الكورونا والفرق الرياضية والحقيقة انه يعني الكورونا منتشرة ولكن الانضباط هو سر الانضباط انك ازاي تعمل معسكر منضبط عندنا وزارة الرياضة قررت تأجيل سفر بعثت منتخبي الناشئين والناشئات الولاد والبنات للكرة الطيرة الى نيجيريا كانوا مفروض يسافروا للمشاركة في بطولة افريقيا الى وقت اخر بعد تفشي كورونا في صفوف منتخب الناشئات عندنا كم اصابة؟ خمس اصابات الى خمس اصابات خمس اصابات بين اللاعبات وخمس اصابات بين افراد الجهاز الفني وفي اصابة لاعب واحد من منتخب الناشئين وزارة الرياضة ابتدت حق في الموضوع وشكلت لجنة بين الشؤون القانونية والادارية للتحقيق في الموضوع والبعثة طبعا كان مقرر انها تسافر فجر النهاردة للحد المشاركة في بطولة افريقيا اللي في نيجيريا وطبعا كالعادة طالبنا الاتحاد الافريقي ان هو يأجل بعد تفشي كورونا لكن يا جماعة ما هو احنا مش ما ننضبطش وبعدين نطلب من الاتحاد الافريقي ان هو يأجل لا ده زي بالضبط اللي حصل فيه منتخب الناشئين بتاع كرة القدم يعني القضية تتعلق بنا احنا بمدى الانضباط وهو ده التحقيق اللي احنا عايزين نعرفه يا ترى طبعا طلعت اشعات كتيرة ان كان فيه عيد ميلاد اتعامل ومحدش بدون اجراءات احترازية كان فيه لعبة تعبت وطلبت انها تتعزل وما تعزلتش يعني فيه اشعات كتيرة خلونا نحاول نفهم ماذا حدث لمنتخب ناشئات وناشئي الكرة الطايرة طيب مش معنا الاتصال هنحاول نوصله بعد قليل ولكن في هذه القصة ولحد ما يحصل التحقيق ويطلع نتائج التحقيق الحقيقة ان احنا علينا ان نلوم انفسنا في البداية صحيح ان الكورونا ممكن تبقى متفشية محدش يقدر يقف قدام الفيروس لكن احنا عايزين نعرف ايه السبب يعني ايه خمس لعبات تصاب مرة واحدة بفيروس كورونا هو كان فيه مؤسكر ولا ما فيش هو فيه مؤسكر مغلق ولا ما فيش مؤسكر مغلق هو ايه الوضع بالزبط طب هو كان فيه فعلا عيد ميلاد يعني هل اللعبات عملوا عيد ميلاد جوه المؤسكر طب هو المؤسكر ده عامل ازاي زي ما شفنا اللي حصل مع رئيس اتحاد الكرة اليد المصري انه هو عقب لمدة سنة لانه اخترق الفقاعة اخترق الفقاعة غالبا راح سلم على حد خارج الفقاعة الكلام ده ما فيهوش هزار ما فيهوش هزار القواعد الدولية ما فيهاش هزار والقواعد المحلية كمان يجب ان تكون منضبطة فكرة بقى ان احنا نعمل عيد ميلادات وناس تبقى تعبانة وما تعرفش يحصلها ايه انتوا رايحين تتنفسوا في افريقيا او مش رايحين انتوا بتمثلوا مصر مش بتمثلوا انفسكم هنا احنا بنضيع نتيجة عدم الانضباط بنضيع جيل كامل جيل كان المفروح دي روح يتسابق فيه او يتسابق فيه افريقيا وبنضيع كمان اسم البلد ان دي بلد غير منضبطة ان البلد الرياضة فيها غير منضبطة فالحقيقة ان احنا منتظرين هذا التحليل وبقى التحقيق ويعني بعد قليلا حاوي يكون معنا رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكور كل شوية بنودع فنان من الفنانين المهمين والحقيقة ان احنا ودعنا النهاردة الفنان القدير يوسف شعبان يوسف شعبان يقول ناسه يعني ربما يعني السن طبعا الكورونا اشياء اخرى لكن الحقيقة انه يوسف شعبان هو فنان له بصمة كلنا عرفناه منه هو صغير فيه افلام سينمائية كثيرة بدأ بها لكن بسرعة الدراما خطفته وبسرعة بقى مؤثر في اهم المسلسلات اللي احنا بنتفرج عليها العائلة والناس الشهد والدموع الوتد عيلة الدغري اميرة فعبدين الدوق الشارد المال والبنون وطبعا رقفة الهجان مين ينسى مسلسل رقفة الهجان ودوره في رقفة الهجان يوسف شعبان فنان كلنا حبناه في مختلف الادوار ادوار الشر ادوار الزابط ادوار الخير ادوار المعلم كل ادواره كانت ادوار حلوة مش لازم تكون نمرة واحد عشان الناس تحبك المهم ان انت تكون فنان لك بصمة ولك مضع نفتكر مع بعض يوسف شعبان حبناه في كل الادوار وطبعا محسن ممتاز في رقفة الهجان نخرج وفاصل ونفتح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر